موسيقى وننسهم ونوسع أصدورهم طبعا أكيد ما شاء الله هذه أعتمد على أسئلتكم قبل أن نبتدي بأسئلتنا يا أبو محمد ده نشوف هذا التقرير بعدها نرجع مع حضرتنا تفضل ضيفنا الليلة طول عمره غير يقصف جبهة عدوه بعماله الكوميديا بدمه وما يختلف اثنين عليه أدواره شمس ما يغطيها من خل وهو معنى الابتسامة وهو الفارس على المسرح وهو الخارق طارق العلي وما أدراك من هو طارق العلي علمنا شلو نضحك ومتى نضحك وخل الضحك عادة ويزينها من عادة عساها ما تنقطع طارق قصة يرويها التاريخ لحفادنا وبيقول كان يا مكان في قديم الزمان في بطل خارق بدواره وعماله كان على المسرح جندي ومقاومه صامد جبل ما يحتز سلاحه أدواته المسرحية وبالفطرة فنان طارق العلي هيا الله منيانا ونور بيته ومكانه يا بو محمد ضيك العافي بمحمد بمحمد هذا العمل للأمانة يعني احنا قاعد نشوف منه لقطات مشوق يا أخوي أنا ما أنا عارف أتعامل معك ما أنت مو مذيع أنت دكتور جراحة استشاري بس هم أنت دكتور بعد الحلقة بيكتيب لي تحاليلك أنت دكتور بأخلاقك الله يطول لكم وأنت اليوم مربي فاضل بحديث حتى ولا قصوره فيك استسلم حياك الله محمد ننورنا نسى سؤالة دكتور نسى سؤالة استسلم اليوم العمل لما يصير فيه أكثر من لهجة أكثر من شخصية في أكثر من دولة شارك أحسي غير يصير يعني كل واحد على قلتهم يبلك الجو الجميل اللي عنده في عمل واحد شوف الحين نحن الخلطة اللي مسويناها حتى في مساياة ممية ولدي خلطة حلوة وسوينا توليفة من مصر الحبيبة فنان متحتيخة الإمارات الغالية جمعة علي من البحرين الحبيبة إن شاء الله عاد الله يوفقهم في مباراة ملياية أي شاء زين حسن محمد من الكويت محمد عاشور مع مجموعتنا شهد والأسماء الجميلة فيصل السعد أمير مطار محمد الوزير رتاج هذه المجموعة اليوم نحن ناخذ كل دولة ناخذ قفشاتها صح ويعني نحن مثل إخواننا مدهة تيخة المصريين الكلمات الكويتية اللي بتاع زي من يانا مش عارب إيش فالتوليفة هذه تخلق جوم كوميدي عرفت؟ صح بس اليوم المسرح مفتوح مثل ما عندنا مسلسلات درامية جنسيات متنوعة متعددة عربية تشارك وتكلمون كويتي طبعا فالفن ما يعني هوية محددة بس أيضا احنا نحن خصوة في الإطار الكوميدي نلقى فشات هذه ونحترم أيضا لهجات بعض يعني هذه نقطة مهمة يعني ما تكون القضية ساخرة من أجل ضحك علامة لأن كل بلد نحترام ولهجته وتقدير طبعا والحلف والاختلاف اللهجات تقدر نقول التوسع لهذا العمل وشفنا ما شاء الله أنت في الفترة الأخيرة زياراتك نقدر نقول اكثرت للمملكة العربية السعودية هل في مشاريع آية في الطريج نقدر نقول شوف طبعا اليوم أيضا استثنائي لأن اليوم زيارة سمو الأمير اللي طول عمره شيخ مشعل أحمد الجاب الصباح عطال الله بعمره أميرنا الغالي للمملكة العربية السعودية هذه حالة استثنائية ونستنا هذه الزيارة والله يتمم عليهم دائما الشيء الطيب بين البلدين ودول المسعون خليجي وحتى اليوم بعد يعني التلفزيون المملكة العربية السعودية صباح السعودية أخذوا مني مداخلة وهذا جعلني أفخر بهذه المداخلة ومن كثير ما أنا مستهرس بيها ووزعتها على الربع زين فليوم أيضا هم نقول حق إخواننا في السعودية هاردلك مساء شدة عصابنا نقهرنا لكن ظل منتخب سعودي منتخب كبير صحي ولعب مباراة كبيرة ونتمنى إن شاء الله الجايات أفضل وأفضل مثل ما الحين أعتقد يعني عشان لنطع موضوع نبقى منتخب قطر ومنتخب البحرين كخليج واللي يطلعوا هنا إن شاء الله معوضة وإن شاء الله منتخبنا شدوا الحين وأتمنى إن شاء الله اليايات منتخبنا تأمل فاليوم مشاركتنا في المملكة المسعودية أيضا وفق دعوات كريمة من هيئة الترفيه مع المستشار تركي علي الشيخ مشكورا وهيئة الترفيه وأيضا مبي سي كان جوي أورد وقدمنا عروض في موسم الرياض اللي الآن كل فرقة تطمح إن تكون مشاركة في هذا الموسم يعني اليوم الحركة المسرحية أيضا عندهم مثل قبل كنا أيضا في والله خوش سيلفي ومحمد مناصر شخصية جميلة على فكرة ومناصر إذا شافك يعطيك نوع من البور يعني يقولك يلا يطارك نبي خلاص تقول اللي حالخش من المناصر اليوم الفنان يريد يريد مسؤول يعني شوف اليوم يدعونك ويوجبونك ويبون منك يعني اليوم أيضا في المملكة السعودية عندهم المناسبات يدعون مهرجانها صحيح يعني أيضا دولة الإمارات كان عندهم مثلا المهرجان دبي صحيح أيضا المهرجانات في دولة غطر يعني أنا باتشر مسافر فيه عندهم حفل أيضا مدعو فيه سلطنة عمان صحيح المنبكة البحرين يعني دول خليج لما تيك هالدعوات أنت كفنان أنت تشعر أنك أنت يعني أيضا فنان تتمثل بلدك الكويت اليوم ما شاء الله يعني هنكون واقعين اليوم الإعلام الكويتي الحمد لله أخذ مكانته وزارة الإعلام الكويتية من خلال المسلسلات أيضا دعمها لشراء المسلسلات ترى أنا أتكلم سواء شروم مني ولا شروم غيري بمحمد الموقف هذا ما بينك ومن ناصر شنو كان يدور الحوار هذا أنا والله قاعد الأمانة قاعد أشكره على هذا وهو قاعد يثني يعني أثنينا وكان السادة الكبير محمد عبدو وبنورة موجود يعني مثل هذا جوي ملتقى فنانين صح فنانين عرب وعالميين واللي ما شفتهم مني يعني حتى في في نقطة أنا بقولها ويعني عادي لما أروحك فنان عربي ما يعرفني أعرفه بنفسي صح معاكل فنان الكويتي كذا 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 أهلا وسهلا وفي منهم يعرفني أهلا احنا متابعينك ستطار صح بالعكس هذا تصير أول معرفة وبعدها يبدو يتابعك أنا لأشوفه الزين وهذا يعني الحمد لله يعني بفضل الله لما عرفنا سيقول أنا أعرفك حلو أنت طارق يعني محمد سعد يقولي أنت مقرم يعني عارف لما ردود الأفعال هذا طيب هذا الملتقى وفي نجوم عالمين بعد في المهرجان العالمين يعرفون لو رح نصور بيهم يعني أنا بس أحسن واحد يعني وثق الحضور بمحمد أحسن واحد الحمد لله والله إزام الله خير ومشكورين يعني أيضا وهذا ما يهي من فراغ من هالبلد الكويت اللي أسستنا وما قصرت فينا وفي تحت لنا المسارح والإعلام لما أيضا الكويت بحد أعرفنا هذا اللي ما لا أول ما لا تعلي لكن أيضا نفخر بأننا مثل بلدنا في مثل هالمحافل الجميلة يعني على طارق إصرار قالت قبل شوية ما قصرت في التخطية بس أقول شيء آسف دكتور تسمح لي الحلو أيضا معالي تركي عن الشيخ أنا أن حتى بتويتر يسوي لك إعلان أي يعني جاينة طارق العلي يعني بالتويتر يعني مو متفاعل يعني ما يدعيك وخلاص لا يتفاعل معاك بالتويتر هدير الفنان يحس بكيم وأيضا ترى هو كاليوم هو أيضا شاعر وأيضا له كتاباته ولهذا يعني هو حاس فيك أنت كفنان شون هذا الدعم وهذا الشعور صحيح الأمانة يعني فإحنا اليوم حتى في لما أروح وزارة الإعلام مثل الكويتية لما يستغلني مسؤول يقول مثل معالي الأخ عبد الرحمن أنت فنانين أنت هذا لكن تدري بعد الآلية العمل هذه يعني لها شيء ذاني رسميات احترامنا الحمد لله موجود يعني الحمد لله بس الحفل الأمانة كان حفل عالمي صحيح جوائز يعني فيه جائزة لن تتكرر هي تكريم الفنان الزعيم عاد الإمام صحيح كل مفنانين الكويترة استاذة سعاد عبد الله استاذة حيات الفهد أوجه لها تحية ثنتينهم طبعا محمد المنصور محمد المنصور يعني هذا أيضا شرف لنا صحيح أنا أقول حق حياتة الفهد ومسوزان الله يشافيها ويعافيها وعزيزة علي وتظل يعني على العين والرأس ما علينا من هذا ما علينا من لكن أيضا فنانتنا كبيرة هو سعاد عبد الله وأنا زعلان على فكرة على هذه السينما أشوف لهم أعمال لأن هذه أيضا قدوة جميلة لنا و لكن محمد المنصور حتى محارف بس الله عوضنا بأستاذ سعد الفرج و اللي حبيت الصراحة في متهل المهرجانات إن الكبير والصغير يعني ما أخذ هذا الدعم الكبير فهذا اللي تعطي استمرارية تكشيخ فنانينك الكبار سعد عبد الله يا الله يعني أنت تحسنهم ربعك الله يعني تي عند الفنان مثل المصر ولا لبنان ولا بلاذة يعني في ناس يمكن أول مريون يشوفون ما علاقة طارق فيه مثلا بطل المصري ليس فقط عسان أعمال صح هناك صداقات بيننا صح أهلال يا طارق يعني أحباد حلمي ترى تبدي الصداقات من هالمهرجانات و هاللقاءات يمكن أحباد يقول يا حازبك قلت له تطبخ قال حطبخ لك يعني فيه الاحترام الجميل ويحترمون الفنان الكويتي وقلت لك يعني في المملكة السعودية تكريم فنانين وأسماء وبنته فازت من ضمن الجوائز رحف صحيح رحف محمد يعني وشجعنا نقدر نقول الآن الرياض عاصمة الفن القادم الرياضة الرياض ايه الرياض أيضا نعم اشتغلوا الجماعة يعني نقدر نقول الآن عاصمة الفن سحبت البساط لا لا ما فيها احنا اليوم ترى كلنا نكمل بعض مقضية هذه سحب بساط ولا هذا لا لا كلنا نشتقل من أجل نبرز خليجنا صحيح اليوم لو يصير حدث في المملكة السعودية نفخه في كويت نفخه في البحرين في قطر في الإمارات في سلطنة عمان صحيح يعني مثل ما صار الكأس العالم في قطر حنا مستنسين صحيح كلنا خليجيين وهذا نرفع الراس صحيح اليوم في الأكسبو 30 لما فازوا المملكة السعودية في الأكسبو في إنجازات عندهم أنا حتى صورت فيه بعض الشغلات لنا أخوك لما يتميز تفتخر فيه لا لا إمارات لما راحوا أيضا الفضاء لما في البحرين فإحنا نستانس صحيح نستانس لدراما الخليجية كلها صراحا هذا يمكن إحنا قبل الخليجيين إحنا نتكلم في العشر سنوات الأخيرة مثلا نشوفون إحنا بنقصها دائما في شهر رمضان في شهر رمضان ننافس لدراما الكويتية الحين أصبح الدراما السعودية الدراما الإباراتي دراما المحلينية وغيرها أصبح فيه منافسة منافسة هذه حلوة جميلة اليوم حتى في جوي أوردز ترى زين حفظتها بسرعة الله يبسي بالخير أخوي عيسى العلوي يقول لي أنت عجيب عجيب فكان معي حتى أخوي خالي يوقع نصور أنا يقول لي طارق أنت مشارك يعني قلت إيه واسئلوني أنت مشارك قلت شو ما أشارك عشرك يعد أنا أشجع من يفوز ولي ما يفوز طبعا كان تصويت الجمهور واللي حصل لجوازها كان نحن هذا هذا تكريم حق الفنان يعني لما يقابلون ونفقاش مرأة الفنان السعودي ولكويت نعصر عدنا بقول لك على هذا الموضوع هذه الميزة بشخصيتك ومحمد بس أول شيخ نشوف المقطع هذا من المسرحية جميلة ونرجع لك يلا أخواني السعودي يصورون معي سالم سالم العالم سالم درسلين زين سويت الأرسلين عدتش بأس ها يا سوال حركة مات الجيل بحضب يلا يا ريش سوال حركة مات الجيل وعلي وشوال ها 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 اللهم اشتروا ها سوال سوال ها مات الجيل قال لكم اشتركوا في القناة لا بمسرحيتك ما يصر إلا على مسرحك إلا مسرحي أنا خير جوي خير الارتجال ارتجال المسرح أيضا أنا أستخدم أستخدم المسرح هذا كله أنا كاسر الحائط الرابع هذا طبعا شيء أكاديمي اليوم محمد أنت تستغل أيضا وجود أحد من الجماهير يكون معروف فأنت اليوم أبرسته وعطيته حافز وكأنك كشخنا فيه بعد سالم الدوسري وكأنك اليوم كرمت الأمانة نعم نعم قدرته وطلع على المسرح وعطيته جزء من هذه المسرحية اللي أنت وزملائك تعبانين عليها قلت لي بها هذه الدقائق لك شوف يعني سالم الدوسري كشخصية رياضية صديق وحريص أن يحضر زين اليوم أنت ياي موسم رياضها طبعا كانت هذه شقة لندن المسرحية لقبل زين فلما يكون حاضر لك شخصية مثل هذه هو ما يتوقع زين بس أنه صاح فهو أيضا يحس أنه يعني هذا معلم جميل في وطنه ووطنه طبعا اليوم ذوي احتياجات الخاصة أو يسمونه أصحاب الهمم لما يلقاك أنت مهتم فيه أنا أسويها من مسرحي والله يقول له طارق لا تنزل ولا تنزل هذا ولا لا لا ولا أرد حتى إذا لقيت مسؤول مسؤول ليش هذا يعطي حافظ ودافع صح أنه شوفوا المسؤولين يحضرون لنا حتى بالكويت أعراض فيه فيه ساعة مسؤولين يعني لما يحضرون ويشوفون غير عن الواقع يمكن فيه أشياء تكون ساعة توصلها بس مو مثل لما نقولها على المسرح طبعا يعني فيه كثير من الأشياء سواء بالكويت في دولة الإمارات كنا في أدنك في دولة الإمارات قدونا يا عيين المشكورين للأخوان سوونا دعوة عشان نقدم مسرحية في مدينة الظنة حظ زين وفلما يا مسؤول كبير في أدنك تكلمت وتكلمنا عن الموظفين وعن الفاس ثالث عن الموظفين تقبلون يعني يضحكوا وطبعا هذا حافظ صح يشوف اليوم اللي ييجي تحييه ما تحينه أو تجعله صح المادة لك مادتي أني أنا أقول أن هذا الرجل شكرا يعني هذا الرجل يقدر بالك ترهي الشباب يأجبونك فيستان يصفق الجمهور صحيح فأنا خروجي عن الناس يعني في محلة نقدر نقول يسعاتيون الحالات التوحد حالاتهم هذا ما تقدر تسيطر عليه صحيح وأهلا يقولون طارق ما عليش خلوه يجي يوقف يعني صارت حالة حالتين يوقف تذي طال لي أحبك فالجمهور تأتي هذا بعد ما تأخذ ردة تفعل منه صح فأنت لازم تنزل له أنزل له أقول له أقعد هنا يكون فوق كرسي باضي تتعامل معه بطريقة طبعا ولدي هذا ولدي وحالة وشميع أهلها ينبسطون وحالات مثل ما قلت لكم فأنا خروجي عن الناس في مثل هالأمور ليس أني أنا والله لا أنا أقيسة وهذا ميز مسرح طرح صحيح إذا ما سوى جدي فيه شي ناقصني بمحمد أحيل أبي يعني أقض وجهة نظرك في انتقال المسرح الكويتي نقدر نقول لي المملكة العربية السعودية وشي خلون تشوفها الآن بشكل خاص نقدر نقول لنا الأقرب الآن عنده مسارحة نعم وقع يقدم مسرحياته في مملكة العربية السعودية تحديدا الدعوات كيف تشوفها شي حلو والجمهور السعودي والله ترجمهور السعودي المتعارف عليه أن المسرح الكويتي شوية فيه يعني السقف شوية ممكن يكون مرتفع لا لا بشرج الحريات حتى المسرح السعودي والدراما السعودية الآن عندهم السقف حدودا حتى في الكويت اليوم نشوف أعمال سعودية أيضا تطرح قضايا جريئة اليوم أنا بقولها شوي يعني خلنا رابعنا خلنا اليوم مشكلتنا لا لا تقول لا لا اللي لا عندنا في دول خليج حتى أوكي بس طبعا لا تتعدى الخط الأحمر صح لكن في قضايا اليوم الأماكن مفتوح أنك تصور نحن هنا نقدم 70 كتاب حق بعض الأماكن لكن وزار الداخلية ما شاء الله عليهم ويعنا يعطوننا مثلا المغفر وبس في أماكن ما يعطونك يعني ما بي أنا احنا بنونس العالم بس نتحسر اليوم نشوف أعمال سعودية وإماراتية وبحرينية أو الخليج هذا عطوه وعطو 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 وإحنا بس قاعدين يتعطون لتويتر طلع المسؤول قاعد لا يا جمعودين وكفوهم لا لأمان ذاك اليوم واحد من الشباب المعدين يقول أنا أبي أطلع مع كامرتي أبي أسأل الناس بسوي مسابقات حق رمضان كل مجمعات ممنوعة يخافون يقول ممنوع أيضا حتى بعض المجمعات حتى المباركية قال أو لا ممنوع يبلي تصريح ليش شذية يعني صحيح هي تقنين الأمور يعني حتى نحن نصور بتايلد بلد وانا سأل لكن في قانون حتى لو تصور بأي بلد بس سهل لك تطلع تصريح أي طلع هو ما يقولولك لا بس ما يتخم كامرتك أنا ما دل على البرامج لكن إحنا ما عندنا مشكلة أطني أوكي هي عطنة صحيح يعني أنا لما أبي الكتاب لأنه في بعض الحالات ضروري يعني حتى المطار ما يقصروا معنا طيارة ما دل بس في أشياء نبي طيارة في ساعات نبي مثلا في شفت فيلم الإماراتي قوات خاصة للدفاع مش عارف إيش إحنا نبي صحيح يعني أنا شفت مسلسل يخدمون العمل شفت مسلسل أعتقد كرومة بس أحطعوا مجلس الأمة وحطعوا هذا وحنا نقول حاذ الصيف نبي صحيح إحنا لا نبي وبعد أن لما نطرح قضايا إحنا نبي نطلع دايما هذا إحنا نعكاس لكم والإيجابي والسلبي خلونا نقول لأن الجمهور يقول يا طارق أنت وين وين طيب أنت ما تشتسوي يعني الوزير الأخ عبد الرحمن المطيري شال الرقابة ممقصر للأمانة من أول نعم ويوسف شوفوا يطور يعني لا يشتغل صحيح لا أعطيش صحة العافية وزارة الإعلام ومجلس الوطني يشتغلون لكن يوم تأتي عمل نشوفها بالرقابة قبل العرض يعني مو قبل تقدم نص وشي لأن ساعة تقدم نص قد يكون سياسي وهذا بس وقت التنفيذ يكون أخف من الوحاق وهذا وليوم نحن كبن أيضا حريصين على هش صحة بس احنا اليوم أتبنى من نواب مجلس الأمة اليوم معلش اليوم ترى دور الترفيه شوفوا المملكة العامية السعودية والرؤية لقيادتهم الحكيمة وإحنا قيادة حكيمة عندنا ما مون قصرين بس اليوم الرؤية الترفيه السياحة اليوم احنا اليوم هذا حد نحن نطالع بس نحن أمنياتنا بس نشوف شارع زين صح صراح يعني بالأسف الدول فيها لوية يعني فيها كل دولة لها نحن ما تكلم عن الخليج حتى بره دول فيها الكويت تساعدها وعندها مشاكل داخلية طالع شوارع هي حلوة يعني في منتخبات حق الدول عندهم مشاكل وقاعد يشارك فيها حتى دور الأسوية احنا الحمد لله ما عندنا شي وين منتخبنا احنا بس شيلوا هذا حطوا هذا مانا بهذا ليش زين وين اكو محمد عن المسرحيات السياسية سويت أنا طنباخية مسرحية سويت طنباخية وتكلمت عن الصراعات هذي فيها اسقاطات هي يعني احنا مو بس الضحك احنا يدر عنا هذي فيه ضحك لكن اسقاطات ونتكلم وين توصل احنا نبني فعلا اليوم يعني الأخ عبد الرحمن يوم الايام مع الوزير العام عبد الرحمن الطيري قاعد صرفت شعب من هالشباب ووعدكم بمسارح جديدة الرجل تكلم عن خط عنده لمسارح حتى مو بنيان في بعض المقار صح فيها مسارح يعني الرجل يشتغل حنا نبي اليوم دعم هذا من حتى مجلس الأمة صح اليوم ديوان المحاسبة في جهات رقابية يعني احنا مثل اعمال في مثلا جهات رقابية تخفف شوي يعني اليوم انا قدم مسلسل حق وزارة الإعلام على ما توصل موافقة يعني انا والوزارة دورتها المستندية بس ايضا في جهات رقابية برا الوزارة كتابنا وكتابكم خففهم خفف الجهات الرقابية يعني انا ساعد مع طارق لجنة المناغصات ما علاقتها في بعض الأمور الفنية انتو دشون فيها بعد اي يعني انا احد المسؤولين في لجنة ففيه جهات رقابية احنا مو معنيين فيها يعني المناقصات هذي الطاولة تبع الدولة مشاريع الدولة مشاريع ومنافسة على هالطاولة عانوا ويا هذا مسلسل يعني شراء وبيع ما في شي ففي بعض الجهات رقابية وتخفف يعني طلباته ترى سؤال بهالكلمة ترى وكل الناس حرامية ولكن الناس بتحط في جيبها فيه ناس استقدم اعمال حلوة وفيه نقطة مهمة اتمنى يشوفون هالمسؤولين شوي شني نهديت عليهم لا اخذ راحتك لأ تينيش لما يعمل يقول حق يقيم تشدي انت عندكم ملايين قاعد تين وتوافقون عليها يتيع على 200 الف حق مبناء ولا مسلسل اليوم طارق العلي اجر العام مثلا المبلغ ما نقايل العشاء الحسن زين السنة هذه نجم زاد سعر بالضبط فانت اليوم لا تتعامل مع العمل الفني انه هو من قبل 20 سنة لا بعدين فيه ظروف يعني اليوم فيه بعض الوكيشنات تكلف ترا آلاف الدنانية عشان لوكيشن دقيقتين انت تبني قرية بالضبط عرب تعالى انت بنيت قرية حق الفيلم فيه فنانين من بره اليوم وهذا اللي انا اطالب مجلس الامة وعلى رأس معالي رئيس مجلس الامة العم احمد السعدون نقابة الفنانين فيه لها قانون اتمنى انه يتداول احنا اينا اذي الايام زين على حق مجلس الامة والقانون هذا ايضا ينظم العمل الفني القانون هذا علي وعلى غير صح فينا اصحة ولد ان هذا لا بعدين حتى الغانون ابشر حتى الفنانين ان هذا لما انا اعرض على مجلس الامة يروح ويجي ترح نوي صولات وجولات ورح نوي اذكر ايام مرزوق الغانم كان رئيس ايام واستمعنا معه واستمع اللجان فهذا حتى قانون نقابة يجب ان الحين هذا وقته بعدين لحد يقول هذا من يمثل وين كم النقابة ما عرف بعض الناس يعني يبون نقابة وقت ما يبون بمحمد زعلان وايد لا لا اتمنى اتمنى اليوم الكويت الحمد واللاد ايضا بالمواهم لما احنا نشوف ايضا اهمية الفن الكويتي في دول المجلس الخليجي اتمنى حز بخاطرك حز بخاطرك حتى اهل السياسة والناس المسؤولين لا يعتقدون ان فن هم احنا فن مهابط ولا طائح الحمد الله فن الكويتي واصل يعني الحمد الله ومشكورين دول مسعى الخليجي تقديرهم حق الفنانين نبي ايضا التقدير منكم انتم يا اهل القرار انتم يا المشرعين في اشياء يعني حتى حق الكويت انا ما اقول كل اشياء لا يستجوبون بعد انا متابع حق احد مزين لا القصد ان اليوم في قضايا مهمة في الكويت اهم من بعض قضايا برا الكويت اولويات هذه مشكلة ترتيب الاولويات طبعا اليوم الكويت هذي الكويت تدرونوا شنو يعني الكويت حلا اليوم يجينا حج يقول طارق شوف شارع حفرة قتلا واخر عنها هذي حاطين هلك عشان تنتبه يعني مو هذي شوارعنا وقول ايمان نجم الله يمن السلام الخير مو هذي الكويت وانا هذي كويت نا واليوم حتى بعض النواب اللي صوتنا لهم لما فينا ندواتهم الانتخابية يقولون شيء ولما تعيش على أرض الواقع وتنجح وين مواقفك احنا بو محمد عندنا التفاعل هو اللي نتمسك فيه دائما انا اليوم الصبح مدري امس والله عطيت اسناب صباح الخير صباح التفاعل وانا متفاعلين اي والله هذا التر المتمسكين فيه شوف اليوم الله يطول عمره سمو الأمير في خطابه السامي يعطيك التفاعل صحيح يقولون لا اليوم اقل شيء بالديرة كل ديرة تعتفس قام شاء الله قالوا الحبطة والعالم ولا ولا واقف واقف فلان واقف عليش ليش لا يبقى خلوا الديرة تشتغل خلوا اليوم الاقتصاد وين اليوم يعني فيه أشياء بالكويت ماتت نبي نحركها اليوم أنا الحين يلا ردينا المسرح يلا جمهور المسرح محق أنا بس حق زملائي ردوا وينكم لا تنحبطون خلوا المجلس والحكومة يتدبرون أمورهم أنت ما يعنيك أنت ومحطيت نائب يتكلم عنك صراحة عقوب كل اللي دائما نسمع خصوصا أصحاب المسارح عندنا فيه الكويت وان شباب وحتى كبار مثل حضرتك وغيره دائما يتكلمون ان المسرح مماخذ حقه وغيره ومع هذا قاعد نشوف ما شاء الله عندهم جهود كل سنة يسوون شي يديد يقدمون مسرح بطريقة حلوة مبتكرة وهذا يدل شكثر أنت وتمسكين في المسرح شوفوا ما أخذ حق المسرح في الكويت شوف الكلام بلعش لا بالعكس الجمهور جمهور قوي أكيد رح تتعبون المسرح ما نشوف احنا مسرحية أفيدة أكيد أنتو تعبانين في المكان اليوم حتى من فلوسنا الخاصة اليوم في بعض لكن أيضا اليوم من يدعمنا نحن ننتظر الدولة تدعمنا بس المسرح الكويتي يخسر بو محمد المسرح الكويتي و المسرح الكويتي تأسيس مسرح اليوم إذا عندك سيولة وهذا أيضا طالب الشركات الكبيرة والبنوك اليوم لما تأتي قبل الحقب السابقة يعني الزمان كان لما تقدم كتاب رعاية أيونك صح أيونك يا الله ويش عندكم تطلع لك كتاب يعني قبل أيام ثلاثة ألاف أربعة ألاف دينار هذا يشيل ترى يشيل جزء يعني حتى المسلسلات ويشارك برعاية صحيح دكتور أنا أقول لك شيء إحنا مثل مصر إذا بيقدمون فيلم وقعوا يا طار العلي هذا النجم يا المنتج يفتر على الشركات يلقى تمويله في هذا وكذا صحيح اليوم نحن عندنا مثل فيلم غميض يعني أخوانا فيه شركة سينما جهدهم طيبة وفيه يعني ديل بيننا وبينهم لكن لما أبي أشتغل زين ألقى يلا شركة فلانية والله ما علي ما يدعمون الفن تجلي عظامة استدارة أو مش عارف إيش زين بس حق العنالات مثلا ينادونك عندما تدعم الفن تمني أنا أعلنك احنا هذا المسرح لويتة لوي صراحة مو المسرح لا لا أتكلم احنا بروح لك للدراما أبو محمد أنت أم شنو أنا أم تركي صرت أم تركي والله عزة لا أنا أخصى شنو أننا نحن اليوم لا نصير متناقضين هذا الفن ترى ثروة اقتصادية صح دول برة ودول خليج يستثمرون الفن طارق العلي ولما يروح برة يستثمرونه صح احنا هنا نبين يستثمر طارق وغيرها من فنانينا ما تكلم عن نفسي نعم صح يعني اليوم احنا خلنا نكون وقعين نبين نستثمر اليوم القيادة لما نلتقي فيهم الكبار يدعموننا يلا نبي لأمانة شركات الخاصة باستبي تأخذ لا لا مو قضية لا يعني إذا ما تشارك بعمل تستفيد منه أمية بالأمية والله عندهم وجهة لا لا بقول لك شي يعني يعني يمكن تزعلون مني شركاتها المشكلة بعض المدراء ما يعرفونك من جنسيات عربية من وهذه طيب إذا أنت مثلا صاحب الحلال تعال أبي تذي يعني في شركتها وني سوى تعلان لهم جميلة ما نقايل عشان لا تقول لأعلان ما نقايل الجيب ولا هذا ما نقايل ما نقايل بو دستور بس ما نقايل زين يمسيهم الخير سوين أعلان سوى ضربة حلوة صح ترى اليوم الفنان لما يروج لك طبعا اللي يمنتج لك فايدة له ولك زين يعني في شركات كبيرة وكما محتاجتك بس قاعد تحط على ناطب طيب ليش يصير بره ولازم تعرف حتى البنوك الإخوان فيه بمدراء ما يعرفونك لأنه لازم تقولون هذا الفنان محمد رمضان ما بقي عليه شي حتى أبطار سوشيال ميديا ساعات رمضان أقول لك ما بقي عليه شي الله أعساكم تعودون إن شاء الله وكويتنا وخليجنا بخير قاعدة جهز مسرحية اسمها يعني بين قطار السعادة وقطار الموت شوفوا شوف الفرق وكتابة الأخ ناصر بلوشي الفرنان وإنتاج فروقي وعندنا أسماء جميلة يعني فبرمضان إن شاء الله آن مسر أما على مستوى عندي احتمال يكون برنامج حتى الآن اسمه ظرف طارق أي هم يعني مسابقات أو أنه يعني لا الحين ما أفعل أنا بقول لك شي معني يمكن ما تسألوني بس أنا لي عتب على القنوات الكويتية اليوم إحنا تلفزيون الكويت ممقصروا يعني يشتري أمال أبي القنوات يعني اليوم اي تي في ما شاء الله هم قاعد تدعم صار في بعض القنوات الكبيرة اللي قبل نعول عليها يعني اليوم كويت فيها قنوات كثيرة وين هاي من الأعمال الكويتية يعني أنت اليوم تقدم على تلفزيون الدولة يعني اليوم مثلا أي دولة خليجية إذا ما أخذوا منك لا تسأل أنت اليوم تلفزيونات اللي عندك يعني أنا أتمنى من القنوات اللي مفتوحة أو حتى المنصات لا تكون بس كلها سياسة أو طريج هذه السياسة أنا أتبع حتى على اي تي في بس محادي يمكن لا لا أنا أقول لك يعمال كثيرة يوم بالصاحة اسمعني أنا لكم أنتوا الفائدة مولي أنا بعد فنون وين هاي فنون وين هاي أتمنى من ملاكه ترد فنون لقبل يعني أنا لما سووا زيارات دول خليج كلها على فنون يعني بس موجودة يا شقا موجودة بس مو مثل قبل بس الحين الحين ترى قاعد يشتغلون على تطوير شي جديد إن شاء الله أحنا أتمنى راح تشوفون إن شاء الله جيدين الله بالخير أنا عندما أتكلم شدي أبي دعم المنتج الكويت وأعمال الفنانين يعني اليوم احنا القنوات مشكورة قنوات كبيرة خليجية زين قاعد تشتري أعمالنا ويعطينا أسعار حلوة بجانب تلفزيون الكويت هذا تلفزيون الحكومة صح ترى ليس تلفزيون ربحي ما راح يشيد يشب جيبهم صح غير مثلا القنوات الخاصة التي تستفيد من اسمك ومن الماركتينج وله بس أنا اليوم أدور بس اليوم عندك أبو محمد أيضا باب المنصات هذا يفتح لكم أيضا المجال يعني هذه منصة خاصة أنا أتكلم حتى عن قنوات اليوم تلفزيونات كبيرة خلي اللي سكر هذا كيف لكن لكن أنا أتكلم على موجودة حاليا صح أتمنى يسمعون صح اليوم يعني اليوم أتمنى فعلا الدعم هذا رؤوس الأموال الجميلة يعني اليوم الحياة الكويتية مو بالسياسة مو بالسياسة صح لا اليوم كل شي الكويت حلوة طيب محمد ودي أسألك ما فيني أنا شنبدي شمال سلومة ايق أردك لدراما مزرح تزايل أول ثاني لا والأنا اليوم عاد بو محمد صراحة عندنا شرها والجمهور شرها ترى يعني معناها فلوس لا لا أخذك الله شوي لا شو نقولها يمكن عندنا قاعد نشوف صورة مع بعض الفنانة سعاد عبد الله والفنانة حياة الفهد من النجوم يعني أحد عمدة الفن مو موجودة الحين في في رمضان صحي يعني الله يعطيها الصحة في هذا الموسم بمحمد أستاذ سعاد أستاذ الحياة يعني ما عندهم أعمال هم يكون فراغ يعني الله طالعو العمر عمي سعاد الفرق موجود إن شاء الله صحي بس أقصد إذا بغينا نحلل هذا التصريح تصريحين هل تعتقد أن هم يبون ارتاحون هذا الموسم أو أن الساحة الآن مو مستوعبة مكانتهم لا لا مكانتهم على العين والرأس يحسون أنا ما بي أقدم شي لأن ما في شيء أقدم لا قدم وتاريخهم جميل وأعمالهم حلوة وقدموا وأعمال جميلة العام لكن نحن بعد السؤال هذا يمكن هم يجاوبون عليه أنا ما لي حق أجاوب إلا أني أقول أتمنى حساف أن هم موجودين وين تكريمهم تكريمهم موجود لا يكرموا الحمد لله يعني لا أما أنا خذوا يعني تكرموا على مستوى الدولة تكرموا وتكرموا هذا يعني حرام الواحد حتى يوم كنا في المملكة أكرموا في الدولة تكرموهم وخذوا يمكن نحن نتمنى وجودهم طبعا لنا الصحة والعافية إن شاء الله لهم كلهم بس ساعات تلقى أيضا بهالعمر يدفرون يبحثون يعني نلتمس لهم من أخر في أمور هم عادي يجاوبون على الأحلى يبون عمل مميز بس اليوم أيضا الموجود فيه الخير والبركة أكيد بلا شك عرفت؟ يعني يمكن أنا ما عندي عمل بس ربعي موجودين الهمة حتى الشباب ما شاء الله عليهم مميزين هذه حركة شوف اليوم إحنا أجيال أنا يعني اليوم الجيل هم والجيل اللي قبل هم وسلموهم إحنا الحين جيلنا لعمري وبنجيلي أتمنى أخذ بعد حقي أكثر يعني تلفزيونيا صح أكثر اليوم وجيل الشباب الحمد لله ترى كل جيل قاعد توفر لفرص أفضل اليوم جيل الجيل اللي ورانا يأخذ مساحة لا حلوين وكل واحد يجتهد عاد إحنا بعد ما نقول لا قمتوهم لا لا اليوم الحمد لله فروقي كمؤسسة يوم سوينها أنا وخوي عيسى العلوي طلع ما شاء الله أجيال مرت فيها ونتعاقد بمحمد استخطبت الشباب واسمه كبير وكبر معنا وكبرنا معاه صح كلا زين والحين ما شاء الله بعضهم منتجين وبعض فهذه عجلة لو خلص لو دام لو دامت لغيرك ما اتصلت إلي اللي قلتي هذي شون يلا طال عائل بقاعد طول عمره بس يمثل لا لكن كلنا دماء هذا الدماء عشان تشتغل مو بس وزارة العلام لا لا صحي الدولة كلها من أجل من أجل أن فل كويتي موجود بإذن الله إن شاء الله بمحمد دكتور طلاط العلي كل شكرا لك على وجودك معنا اليوم يعني عطيناك المجال لأنك تفض لا في صور لي يمكن يشوفونها الجماعة يحطون الوزير وين الصور في صور حق بمحمد هذا يوم رحنا أذنهم كان عندهم معرض التراث دور يوم ما شاء الله يعني هالأمور ففي مرأة إماراتية هاوية تصوير فقالت ودي ألبسك بشت طبعا محمد اخترعت عبارها تزوجت زين اي فأصورك ونت بالبشت والله صورتني زين فقال أم محمد قل الله عليكم محمد نايمة الحين نايمة فنشكرهم أيضا إخوانا في الإمارات دول خليج على أنهم يعني الحمد لله دائما حتى القنوات الخليجية العمانة من غير تحدي قناة معينة وحتى أنهم قاعدين يهتمون أيضا بأسماءنا ويأخذون عملنا وزارة الإعلام الكويتية لا نبخص حقها أيضا كثرة الله خير هم قاعدين أيضا يعملون من أجل نهضة الإعلام الكويتي لكن أيضا أطالب مجلس الأمة والحكومة وإقرار قانون النقاب نحن مشهرين وعمرنا طيبة إن شاء الله هذه رسالة بمحمد تصل للمسؤولين نترنغابة مو حقي أنا بروح ويغيري هذه أيضا مسار مثل ما في الأطلبة للجميع يلتزم أتمنى بلاكس نحن ينونسكم واسع صدوركم والكويت حلوة ويا زينها لا تطالعون تحت لا تسكتو طال وسيدة طال وسيدة بمحمد عسى الله يطول بعمرك ووافقك يا رب في القادم الأيام استمتعني الأمانة بالحوار معك دائما وجودك يعطيك نقول الابتهاج والإيجابية مع أن أنت تلسع شوي لا 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 أنا أقول شيء هاي بس أنتما عطيتوني أنتما 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 خاصة كيفكم وقتكم كيف ما عليك كلش موقتنا كيف لو تريني مجراح شمقاك الحقيقة أنا بس بقول شغلة أخيرة أحب أني سمو رئيس مزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح هذه الشخصية الجميلة ونقول حقي سمو الشيخ أحمد النواف بيض الله ويكفيت وفايت وإخوانك بالحكومة اليوم أيضا الحكومة الجديدة اللي نال وثقة سمو الأميرة الله يحفظه عطوهم خلهم يشتغلون وخلهم يحفظه أعطوهم الأمل أعطوهم الهمة أعطوهم هذا سوى مجلس أمه أو لا خلهم يشتغلون أعطوهم فرصة يعني شون يا أبو فلان يا أبو ما تدري اللي يا أبو هذا يعمل وتاريخها زين وسفية حلو لازم تنتظر أداءهم بعدين تألي تحكم نحن نتمنى لكويت نبي التفاعل نبي نبي نستانس نبي بتنه استعبنا ملينا نبي نضحك نبي نستانس نبي الشعب يشتغل بشغله نحن نقول إن شاء الله بدنا الخير بقبال لا لا معنا متفاعلين سمو الأمير في خطابه السامي عطانا التفاعل عطانا الأمل وعطانا المحاسبة لكل مقصر حفظ الله الكويت أميرا وحكومة وشعبا الله حفظه شكرا لك يا أبو محمد نورتنا نورتنا ما تقول زيادة وقت وطلنا معكم من الختام تجيكم إن شاء الله في حلقة ديدة بنامج على السيف تصبحون على خير تصبحون على خير رومي السلامة بالأكد يا دي شكرا اشتركوا في القناة